نحن شعوب اختزالية تختزل كل شيء في جواب واحد حاسم وبعد ذلك نبادر بالقتال والنزاع مع الآخرين حول هذه النظرة الاختزالية لكل شيء في الواقع والوجود والحياة بيكملها وأنفسنا أيضا عندما تسأل ما معنى الحياة يقول لك الله خلقنا ونحن عبيد وواجبنا العبادة وتقديم الولاء والطاعة وعندما تسأل ما معنى كيف تتحرك الأشياء يقول لك الله يعرف وما على ذلك كلمات اختزالية بسيطة جدا عندما تحاول أن تفهم ما هو الدين يقول لك هناك أشخاص سيدخلون في مناظرة حول الموضوع وسيجيبون جوابا حاسما حول هذا الموضوع ونحن سنتبع من يفوز في المناظرة وهذا ما أسميه النظرة الاختزالية وهذا الكلام حدث عندما قرأت التعليق للصديق ميستكسام أعتقد اسم 1500 قال تناظر من الموضوع كان حول المحاضرة كانت بعنوان من يناظرني وتناولت فيه موضوع قال حدثني فيه أحدهم وقال أن لماذا لا تناظر رجال الدين من أمثال القنيبي وعدنان إبراهيم وغيرهم قلت أن هذا الموضوع ليس من اختصاصي ولا جدوى منه أصلا لأننا ننطلق ونفكر بمنهجين مختلفين تماما فقال لي هذا الشخص والصديق من المتابعين المهمين للقناة يقول انتبهت اسمه مايستكسم مايستكسم أعتقد هذا اسمه 1500 وممكن تشوفونا موجود على الزاوية الفوق مكتوب الحوار بيناتنا فقال تناظر من وماذا كل واحد فيهم فاهم الدين بطريقته ويقوم بتأويل النصوص على هواه كأنك تناظر مليون مذهب اسلامي ولن تنتهي من مناظرة هؤلاء مثلا عدنان إبراهيم لا يقبل حتى الحديث الصحيح إذا لم يعجبه ويختلق العذار لكي لا يقبله أي بمعنى آخر كل واحد فيهم مخترع مذهب مطاطي يتغير ويتلون كل يوم لا تدري فلا تدري في النهاية هل هو مسلم ولا هو صوفي ولا هو أفلاطوني طبعاً يا هاي المفارقة لأن هؤلاء أنا أقول أدي مبدأ ثاني أتحدث عنه أقول بين هؤلاء أما ليست لديهم أسس واضحة وراسخة لا ينظرنا العالم بالطريقة فيها منظومة معيارية ومنظومة أخلاقية ومنظومة فكرية منظومة فلسفية منظومة عقلية منظومة منطقية لا توجد لديهم هذا الشيء كل المنظومة التي يقوم تقوم عليها كل علوم ما يسمى علوم في مسامعاتنا أو في تاريخنا أو تراتنا بأكمله تقوم على أسس واهية وفي واهية وفيها مفاهيم ما تعطية لغوية قريبة إلى البلاغة وقريبة وممكن لأي شخص أن يقرأها بعشرات القراءات وهذا هو سبب الاحتراب المستمر بيننا معنا معاني أننا لا نقف على أسس راسخة هذا السبب الآخر الأكبر أنه هذا يأدبين أن نختزل الأمور بطريقة مجانية وسريعة واعتباطية بصراحة اعتباطية بشكل كامل فقلت له نعم صديقي والسبب كل من هذا الأمر هو أن الجميع اللقلة قليلة جدا يعتقدون أن أي قضية تتعلق يعني يتعلق حلها أو يتوقف حلها على مجرد مناظرة بين اثنين أو ثلاثة وما علينا كنحن كمتفرجين ومتابعين إلا العودة للطريق الصحية بالسير خلف المنتصر من بينهم هذا النمط أسميه التفكير الخرافي ما هو هذا التفكير الخرافي ما معناه هذا المفهوم سأوضحه بعد الفاصل ما هو هذا المفهوم الذي أتحدث عنه أو المنهج أقول بأن هذا المنهج أسميه تفكير الخرافي وهو نمط التفكير الذي يجعلنا نختزل العالم بطريقة مجانية وسريعة ونحاول أن نحصل على نتيجة فورا بدون بذل أي جهد هذا يؤشر التفكير الخرافي أو المنهج الخرافي في التفكير الخاص بنا كشرقيين وهذا الأمر لا يشمل المسلمين فقط بالمناسبة يشمل جميع الشعوب تقريبا التي لا تنتمي إلى العقل أو المنظومة الغربية بدعا من الفلسفة اليونانية وانطلاقا إلى الفلسفة الغربية الحديثة هذا النمط التفكير هو النمط التفكير خرافي هو يؤشر كما قلت عميقا لسبب تخلفنا هو هذا النمط الذي يجعلنا لا نفكر بطريقة صحيحة حتى ديكارت قدما أقول أنت قدما تريد أن تفهم العالم لازم تفحص المنهج الذي تفكر به الإطار الذهني الذي تفكر به والذي ترى من خلاله الأشياء وتفهمها وتتعامل معها فأنت قدما تغير كل شيء يتعلق بالمنهج منهج التفكير قدما تغير منهج التفكير تشعر بأنه أنت في حالة أنت وصلت إلى طريق أفضل من الطريق الذي كنت عليه بالتالي مناهج الآن مناهج التفكير هي ليست هو طريق يعني هو حتى واحد يبسط الموضوع أنت مثلا الآن قدك خلن نضرب مثل بسيط أنه أنت تروح مثلا من مدينة إلى أخرى مثلا خلنف تروح من بغداد إلى القاهرة أو من القاهرة إلى الإسكندرية فرضا فأنت راح تختار أفضل الطرق للوصول إلى الهدف فهذا بعد ذلك تتعود عليه يوميا راح يسير عندك منهج للتفكير مستمر هذا المنهج يظل دائما يتكرر عندك بينما هناك ما لا يحصى من الطرق للوصول إلى الهدف نفسه يعني أنت تروح إلى هذا المكان أو توصل إلى نتيجة معينة فأنت دائما هناك مناهج مختلف في التفكير سابقا كانك واحد يختار مثلا أن يذهب إلى طريق الصهراوي يروح إلى طريق مع النهر يروح مع طريق الأنواع الطرق المتوفرة بعضهم يختار منهج يشغ طريق لوحده بعضهم يذهب سيرا على الأقدام الآن مثلا واحد يذهب بالسيارة يذهب بالقطار أو يختار طريقة أخرى للوصول لا تحصى طرق الوصول إلى أي حقيقة واكتشاف العالم بأي طريقة مختلفة هذا على مثال بسيط العلاقة بالمكان بالانتقال المكاني فكيف الحال بالانتقال أو بالتحليل والتركيب والتفكير في قضايا مركبة جدا هذا يحتاج مناهج مناهج أكثر تعقيدا من مسألة مجرد انتقال مكاني هناك أبعاد مختلفة مكانية زمانية معرفية معلوماتية علاقة بالتجارب الشخصية عشرات القضايا كلها الداخل فبالتالي الناس من حقهم عندما يختزلون لا نوم الناس ونوبقهم لأنهم يختزلون ويحاولون أن ي يعطون قناعات عامة ونتائج عامة هذا من حقهم لكن عليهم أن يعرفوا فقط بأن الموضوع دائما أي موضوع أو أي قضية بشرية أو إنسانية أو وجودية أو حياتية هي قضية معقدة وفيها عوامل لا أول لها ولا آخر تتدخل فمجردا نفهم هذه القضية نعرف بأن الأجوبة التي نقدمها هي أجوبة اقتراحية أو أجوبة مؤقتة أما التمسك والتمسك بها والإصرار عليها فهو دائما تختلط الأمور يعني أنا أتمسك الآن بموقفي ليس لأنني مختنع 100% بهذا الموقف لكن لأنني أريد أن أطلق من نقطة لكي أعالج قضية معينة لابد أن نطلق من نقطة لابد أن نختنع بقضية المشكلة يأتي رجل دين مثلا ويقتنع يقول لك هنا لك إله خلص مثلا هذا الإله ما هو هذا الإله يقول لك هاي مواصفات واحد ثانية ثلاثة البقي عبيد وأكو مليون شكل من أشكال الآله حتى لو إله واحد فأكو المليون طريقة تقدر تفكر بها حسب رجل الدين أو رجل السياسة أو الحكم الذي يريد أن يطبق شريعة إله معين فهو يطبق هاي الشريعة لكن هذا لا يعني أنه هذا الحل النهائي هاي مواصفات الإله النهائية هو بالنسبة لهذه المواصفات حتى لو كان هذا الشخص نبي وقال آتتني رسالة خاصة من السماء هو لا بد أن يقل لك أنه هذه رسالتي هي رسالة نهائية وكاملة حتى يقنعك وحتى ينفذ مشروعه وحتى يضمن بأنه هناك من يطبق نظريته ودعوته الدينية أو دعوته السياسية وعقيدته هو مثل حزب سياسي يطرح مشروع ولكن لا يعني لكن على جميع يعرف بأنه المشروع هذا أو النظرية أو الدين أو المذهب أو العقيدة الجديدة ليست مقدسة التقديس مسألة ضرفية لإدامة العمل وإدامة التواصل وتوحيد الجهود وإدامة التعاون وعدم الخلاف في النقاط الأولى لهذا سبب الدساتير عندما تضحى الشعوب تضحى وتجعل من الصعب جدا تغييرها لأن الدستور يومية يتغير هذه مشكلة خطيرة هي هذه القضية التي نحن متورطين به هذا الاختزال الذي يتبعه الناس صدقوا بأنه هذا اختزال مسألة أبدية واسلوب في الحياة وفي التفكير وفي العمل وفي النظر وهذا بالحقيقة لا وجود لهذا الشيء هذا عنه الذي أشير إلى هذه المسألة أنه أنت تعتقد بأنه نالي أن الموضوع يتعلق بالدين الحياة والوجود يتعلق بالدين وأن لا طريقة غير الطريق الدين لا أثبت الواقع بأن القضية أكثر تعقيدا من هذا بكثير وقد ما يأتي والناس بغلبة يقول لك تعال أنت تناظر فلان هي المسألة ليست مناظرة يعني ليست أنه أنا أن أناظر أحد أو يناظرني أحد أو أنت تناظر أحدا وتعتقد بأن من واجبك أن تتغلب عليه هذه لا مسألة خرافية ويجب أن نفط لها ونتأملها يعني أدعو أو لتأملها على الأقل بغض النظر عن كلامي هل كان مقنع أو لا لكن هذه المسألة يجب أن نتأملها كل واحد من أدنى بطريقه هكذا يعتقد الجميع حتى وضح الموضوع أكثر الجميع تقريبا إلا قلة قليلة جدا يعتقد أن أي قضية تتعلق أو تتوقف بمناظرة بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أطراف وما علينا إلا أن نتبع من ينتصر وبالطبيعة والحقيقة إحنا ما رح نتبع إلا من نؤجب به ليس لأنه لديه منطق أسلم وخيارات أفضل بل لأننا متحيزون له أما لأنه من أبناء منطقتنا أو من أبناء مذهبنا أو عقيدتنا وعشيرتنا أو جماعتنا أو شركتنا فأنتحيز له أنه ميل عاطفيا وهذه مسألة يعني لا يمكن لا يمكن إنكارها موجودة على كل إنسان لا بد أن يتحيز لا يوجد إنسان ليست لديه تحيزات بشكل أو بآخر حتى أنا ف وأيضا المشكلة أكثر لا توجد تقاليد لدينا تساعدنا على التمييز بين أنواع الصراعات يعني هناك الصراعات مثلا هي أصلا صراعات قوة فمثلا الصراعات الرياضية فريقين يلعبون فهو أصلا أنت تتحيز لأقوى لكن أنه عندما الصراع الفكري يجب أن لا تتحيز لفكرة على هساب فكرة أخرى يعني ليست هي لا تعتبر صراع إنما نقاش وحوار حول قضايا تشغل بال الجميع فالصراع يكون ليس بين الأطراف الذين تفكر إنما الصراع مع واقع يعيشه الجميع وعليهم أن يجدوا حلول كافية له فأنت يجب أن تناصر الجميع ولا أن تتحيز لطرق على هساب الآخر لكي يكون هناك أمل أكبر أو تفتح نافذة أمل أكبر لأطراف الصراع الفكري المختلفة لكي تسير القافلة البشرية أو السفينة البشرية بطريقة أسلم وأفضل وليس أن تناصر هذا إنه الفكرة الرئيس مالي أفضل من إشتراكي واليساري هذا أفضل من اليميني لا بأس أنا أيد اليساري أيد اليميني أيد المتدين أيد العلماني لكن علينا أن نعرف أن الهدف ليس تأيد هذا لا ليس تأيد العلمانية ولا تأيد الدين الهدف هو أن القافلة البشرية تسير بطريقة أفضل وهذا قام على حقيقة أساسية قبل هذا وهي أننا نعيش في عالم متغير وأننا لا نستطيع أن نختزل الأمور بطريقة التي تصورها القدماء الدين القديمة تصورت الأمور أنه حل واحد وانتهى الموضوع هذا المنهج الخرافي ما هو المنهج الخرافي حتى وضع واختم الموضوع أولا أعتقد المنهج الخرافي أن هناك مشكلة وأن هذه المشكلة يتصور فورا ما علي إلا أن نبحث عن حل إله وهذا الحل موجود لدى أحدهم إما موجود في كتاب سحري يجب أن نبحث عنه ويقال أن هناك كتاب فيه مجرد أن تفتح تجد حلول لكل المشاكل فتح فعل أو ما أدري أكو تسميات أخرى يعني فإحنا بالنتيجة هذا المنهج الخرافي يخليك تتصور بأن الحلول ليست ليست موجودة في داخلك لست مسؤولا عن وضع الحلول إنما أنت دائما تشعر بأنك تعيش في مشكلة وأن هناك حل لدى آخرين وهذا الحل توفرت عبر التاريخ يعني يعني ما لا يحصى من السحرة من المعتقدات الخرافية من الأساطير العلاج بحبة البركة العلاج بالمعرف شنو العلاج بالسحر العلاج بالرقية العلاج بالقرآن بالآيات بالأحاديث بالنيرنجة وهكذا الأشياء هاي الأسماء بالكبرية الأحمر كبرية الأسود هاي كل هذا المنهج الخرافي ويؤدي لهذا لماذا لأن هؤلاء يعتقدون بأن هناك حلول خارجهم وأن الحل لا يكمن في داخلهم وحتى طبعا هو التفكير ليس لا أقول أنه تفكير غير صحيح 100% يعني إنسان عندما يقول لك هناك حل وهناك علاج لهذا المرض فهو بالتأكيد هناك يعني تنجح هذه الأشياء فعلا تجد شيء حل لكنه لا يمكن أن نعتمد دائما على الآخر لا يمكن أن نعتمد على الشخص يقل لك مثلا بالقضايا الفكرية ممكن أن هناك حل لمشكلة مادية مثلا بيت خربان عندي مشكلة بالبيت أصلحها مثلا عندي أشياء كثيرة تحتاج مراجعة هذه كلها مادية يعني شغل أدور شغل أفضل أحاول أصنع أشياء بشكل أفضل أحاول لكن عندما تجي المسائل الفكرية وكيف ندير شؤون يجب أن نتدخل ويجب أكون لنا رأيه لأن مسألة التفكير ونمط الألاقات بين البشر يجب أن يكون لكل إنسان رأي فيها ويجب أن يضمن هذا الحق يعني مو مسألة رأي ديمقراطي لا لأنه إذا ما مشينا بهاي الطريقة راح يتحول الجميع أما إلى طبقتين طبقة سادة وطبقة عميد كما هو الحال حاليا يعني حتى بكل دول العالم حتى الغربية موجودة هاي الطبقية لكن الآن الطبقية الغربية أصبح شوي راقية أكثر إنه الناس الأغنياء والطبقة الغنية والمترفية والبرجوازية والرأي سمالي الضخمة هؤلاء بدأوا يحتاجون الناس فبدأوا يطورون واي الناس ويطورون من إمكاناتهم وقدراتهم فالرأي سمالي ليس ليش أصبح هو متعارض مع الديني الديني يريد يتبعه ولا يريد من عنده أن يكون ماهر في الحياة إنما مجرد أن يزرع عن كذا يمارس المهن البسيطة وخلاص يعطي المقسوم أو يطي خمس يطي عشر لرجل الدين أو للدولة وانتهى الموضوع الرأس مالي عندما أجت والبرجوازية كانت تحتاج كوادر تحتاج بنية تحتية تحتاج عمال مهرة والرأس مالي الآن يحتاج عمال مهرة وبالتالي تخلف الجماهير لم يعد أو تخلف الأتباع لم يعد ممكناً ولم يعد مطلوباً القديم أبيع طماطم أبيع خضار أبيع أفتح أصير عطار وهكذا لا هذا لا يمكن بالعالم المتقدم الآن وجوده لأن حتى اللي يبيع خضروات لازم يدخل دوره سنة أو سنتين يطيو شهادة حلاقي يظل سنتين ثلاثة أربع سنوات يفتح صالون ويطلع متدرب وطباخ طباخ يراد لشغل خمس سنين تسنين لازم حتى يأخذ شهادة يصير مساعد طباخ أو مساعد شيف وهكذا كل المهن سائق تاكسي وهكذا أصبحت كلها حرف وعمل لأن مستوى الحياة تقدمة وهذا يتعار تماما مع المنهج الخرافي لا يمكن أن تدير بلد حديث وفقا لمنهج الخرافي الذي يتبعه رجل الدين ويطالب بتطبيقه من قبل الجميع هذا السبب عندما وعد يجي يقول لتعار سويت مناظرة مع أحد أضحك يعني ما معنى المناظرة مناظرة على أساس هش لا وجود له موجود في المخيلة في التصورات الذهنية هذا الشيء يجب أن ننتبه له المهم الآن هذا المنهج الخرافي الذي يقول دائما هناك حلو يجب أن نبحث عنه معناه نؤمن بأن الحلول موجودة في الخارج هذا السبب نؤمن بوجود أن هناك الرجل الدين هو لديه جواب على كل سؤال أحيانا يسير لنا على سؤالة بسيطة جدا كيف أتزوج ماذا أفعل مع زوجتي كيف أنام معها ماذا ألبس ماذا أرتدي يصل الأمر لهذا الاتكاء والوصاية إلى حد يعني مقرف ويشعر الإنسان أو المتدين أو التابع بأنه ما زال في مرحلة بداية أو ما زال طفلا يعني صح جسدا هو نضجة وكبر لكنه ما زال طفلا غير راشد في فهم العالم ويعتمد كليا على رجل الدين ورجل الدين مستفيد وقال كان عندي هذا تابع لي أحركه كما أشاء ولا أحتاج أن أفضل جهد في تحصيل الأموال إنما هذا هو يعني زي الغنم أو زي يعني مادة مادة استعملها كما أشاء هاي كما قلت هذا أضرار المنهج وعندما نجي نسأل كيف تولدينا هذا المنهج تاريخيا ما هو تاريخ هذا المنهج الخرافي ما هي أسبابه ولماذا هو مستمر مستمر حتى الآن من يدعم هذا المنهج الخرافي سواء من قبل بلداننا المهيمن علينا الشرقية أو الدول الغربية ولماذا يدعمون التخلف العربي والتخلف الإسلامي لماذا يدعمون رجال الدين ويدعمون الحركات المسلحة الدينية الإخوان وغيرهم وعندما ينتقلب عليهم الكفة مثل الدواعش والقائدة يعودون ويدمرونهم ويدمرون بلداننا معاها لماذا فواضح فأيضا هناك أضرار كثيرة لهذا المنهج أضرار يعني مترتبة على اتباعها عبر 2000-3000 عام يعني وضمنها الإسلام والمسيحية واليهودية وقبلها أيضا هذا المنهج مستمر ومنهج الخرافي لأن الإنسان ما زال في طور النمو والتطور نحن متوهمين نحن نعتقد الآن لأننا نعيش في هذا العالم وغاطسين في ظروف وتفاصيل نعتقد نحن وصلنا أقصى درجة من التطور لا بالأكس ما زال الإنسان قاصرا وفي يعني منتصف طريق التطور نقدر نقول يعني عقليا وجسديا أيضا غير متمكن مشاكل كثيرة يواجه الإنسان المعاصر ومن أتى هذا اتباع للمنهج الخرافي يعني أنا لا أقول حتى أنا لا أستأل كل جهدنا هنا لأي واحد يوصل إلى أقصى درجة هو هذا الأكثر واحد نجح في تجاوز المنهج الخرافي الذي يتبعه الجميع تقريبا والذي هو القاعدة العامة والجو العام والفضاء العامة الذي نعيش فيه المنهج الخرافي هو الذي نسمي دين مثلا هذا هو الدين الدين هو المنهج الخرافي الذي الذي نحن نأكل ونشرب ونعيش معه من منذ المهد من المهدي إلى اللحظ فهذه أضرار المنهج على مستوى التاريخي أضراره إننا لا عدنا دول حديث لا عدنا علم لا عدنا لا عدنا فرد إنسان متميز ومستقل ومبدأ ويبتكر ولا يأخذ جائزة نوبل ما عدنا ما عدنا فيلسوف مثلا حتى الأدب والشئر مالتنا حتى لا يترجم التاسم مثلا تلقى الأدب الياباني تقراه لكن عندما الأوروبا ما يقول لك أنت هذا شئركم وأدبكم ما نفهم لأن ما عدنا إنسان ها يلقى المشكلتنا الكبيرة مسألة اقتصادية نشوف نحن بركب يعني نحن مؤتمدين في كل شيء على العالم علميا نحن قانونيا نحن مواصلين درجة الفهم بالقانون بسبب هذا المنهج الخرافي المنهج الخرافي هو سبب حتى لأضرار الأمنية فيما بيناتنا لأنه مدام منهج الخرافي فما تقر تمسكه لا يوجد لا توجد السيطرة حتى القوانين التي استوردناها أو المنهج القانوني الذي تسير عليه حكوماتنا ودولنا هو منهج هش ويخضع لرغبة الحاكم والحكام لأنهم جميعا صعدوا إلى مناصبهم وفقا لقواعد المنهج الخرافي الذي نتبعه هو المنهج الدين ويسمونه منهج أصول الدين والفقه وعلى ذلك وبعض قوانين العشائري فهذه المنهج الخرافية هي تفاصيلها عندما يجيب أنواع المنهج الخرافي الثانوية سنلقها مناهج أنواع دينية وأنواع عشائرية وأنواع عائلية وأنواع تجارية وأنواع طبقية أشكال تلقى أشكال كثيرة لكن مع هذا لا بد أن نعترف أن هناك فوائد لهذا المنهج الخرافي وأن هذا المنهج يطبر الخلافات بين الناس ولو بالقوة وبكل الطرق طبعا لكن هذا في الحقيقة ليست فائدة كبيرة لكن فائدة وقتية فقط هو مجرد تأجيل للخلافات تأجيل للحقائق تأجيل لنظر وفقا للمناهج العلمية الحديثة الجيدة التي تؤدي لنتائج وتعطي إحصاءات وتعطي قيم ممكن مراجعتها وتطويرها وتسوي تراكم أدنى نحن شعوب لا تراكمات لا توجد لدينا تراكمات معرفية ندور كما يدور الثور حول الساقية لا توجد أفضل شيء نسوي نبني بنايات عالية ونقول لدينا أعلى برج مثلا أو لدينا أطول جسر هو بالحقيقة مهن سويا أو لدينا واحد بروفيسور مثلا يجي قنيبي مثلا البروفيسور هو عطار عطار متمكن وأخذ شهادات وحول هذه العطار بطريقة منهجية يعني ماذا من يكون يعني هو هل ابتكر يعني فرق جديد في المصيدلة هل ابتكر حق الجديد لا فهو يعني مجرد يعني هي حرفة يعني ما هو الطبيب والمهندس صحيح عليه ليس لا نبخص حقهم لكنهم في النهاية هما ليسوا لم يتفوقوا بالعقل النظري لم يقدموا شيء نظري هما لديهم خبرة مثل النجار تطورة ويأشق النجارة والمصلح السيارات أيضا يأشق التصليح راح أكو برامج جاهزة تعلمها قوائد العمل مناهج وكلها مناهج علمية صرف فهو لم يصل عن طريق الدين لعلمه وهذا كذا بس الفواعد حتى ما أطلع بعيد عن الموضوع فواعد هذا المنهج الخرافي هي طمر الخلافات مؤقتا لكن هي بالحقيقة تأجيلها هذا أصبحت فواعد المنهج الخرافي فقط مختزلة هي بدورها أيضا مختزلة في قضية واحدة هي القوة وفرض القوة وفرض شريعة الغاب على الجميع هيها شريعة الغاب بيناتنا هي القاعدة العامة لكن ماذا يحصل هناك الأسد الأسد الذي يفرض شريعته على الجميع يعني شريعة الغاب موجودة بيننا جميعا لكن هناك من يحكم بين جميع هو الذي له يعني قصب السب ومن من الممكن أن يتغلب على هذا الحاكم الذي تغلب بالقوة أيضا وهذا عيني التخلف أنه مجرد مبدأ القوة ومجرد والهدف حتى نفوز بهذه الفائدة الكبيرة أنه الناس لا ينقسمون ولا تتفرق كلمتهم وبالحقيقة أجوا رجال الدين يعني أفسدوا الموضوع أكثر شرعوا فكرة إسقاط الحاكم يعني لمن يثل على الحاكم يعني يجب قتله لكن عندما يفوز ويصل إلى السلطة هذا يعتبر شرعي لأنه الحكم لمن غلب هذه خيانة حقيقية حتى العقيدتهم رجال الدين ودعوتهم الدينية القائمة كما يزعمون على ضمان حقوق الناس والدفاع عنهم وما حدث بالحقيقة أنهم راحوا يدافعون على الحكام أو عن أنفسهم فقط بل لم يكشفوا بهذا بل حطوا من قيمة الناس وأتبروهم أتباعا وعواما ينعقون مع كل نعب وهذا هذا طبعا بدلا من الارتقاء بالناس بل مضيع بعض ويقول فعلوا ما هو أسوأ جعلوا ارتقاء المؤمن وارتقائه الروحي والنفسي والمعرفي متوقف على درجة ولائه وتبعيته وطاعته لهم كتبهم معروفة منهي كتاب الغزالي الجام العوام عن علم الكلام وممكن لا ترجعون سألكم حلقة على هانكتاب فضيحة طبعا هذا قبل لا يتوفى بأسبوعين كتبه يعني ما أتقول آخر شي كتبه يعني تخيلوا المستوى يعني هذا نضح القريحة الغزالي كلها طلعت بآخر أسبوعين من كتب الكتاب من موفاته فعلى سؤال هذا الأساس أود أيدو أكرر أننا نحن شعوب اختزالية نتبع المنهج الخرافي المنهج الاختزالي أيضا نقدر نسمي ونعتقد دائما بين الحلول الموجودة في كتاب ما في أدى الشيخ ما عند رجل ما أما أن نبدل الجهد بشكل شخصي فهذا أمر لا نفكر به أو لم لا توجد مؤسسات تساعدنا على التفكير بهذا الطريقة الشعوب الغربية تبني تبني طفل من عمراء ثلاث سنوات أربعة على حس الاستقلال وعلى الاعتداد بالنفس والقدرة على التفكير بشكل منفرد وأيضا قدرة على التحليل النقدي والتفكير النقدي بينما يجي واحد من القناة يقول لك لا يجب أن نلغي الفلسفة من المدارس يجب نمنع تدريس المفلسفة لماذا لأنها تشكك بالدين يا ريت وش بي تشكك بالدين يعني بالعكس مفوض رجال الدين يطالبون بتشكك بالدين وهذا يعني والله تشكك بالدين هذا شيء سيء لا بالعكس هذا سيء للرجال الدين للدين نفسه للناس جميعا لكل شيء تشكك بالدين واجب واجب على كل متدين بالعكس مجرد بعد نفكر بالموضوع يكتشف الحقيقة لماذا نفكر بالموضوع لماذا لا نعترض على من يقول أنه هناك طعن بالدين وتشكك بالدين ونقول هذا طبيعي يجب هو نفس غزالي يقول لا يجب أن نشكك بالدين فلماذا لا نفكر بها طريق لماذا لأننا الكل يعلمنا رجالي دي يعلمونا على المنهج الخرافي والمنهج الاختزالي وشكرا جزيلا ومع السلام